مواعيد اختبارات شهر ابريل لم يحدث فيه اي تغيير ومواعيد اختبارات شهر مايو ده الاولى سنوي فيه زيهم لتانية سنوي نبص هنا على الامتحانات المجمعة هم تلات ايام فيهم مجموعات من العلوم عشان منجي شابتر من كده وعدد الاسئلة موجود لكل مادة ومدة الامتحان يا ساعتين يا ساعة ونص عشان ما نطلخبطش مع فكرة الامتحان التكميلي اللي هو ساعة اللي الناس سألت عليها النهاردة الجداول اللي احنا نشرناها بتقول ان هذا العدد من الاسئلة ومعمول حسابه ومعمول حساب الوقت واللي بينطبق عليها بينطبق على كل الدفع وزي ما انتو عارفين التقييم نسبي للدفع فما اذا كان الامتحان طويل هيبقى طويل علينا كلنا لو هو سهل علينا كلنا لو صعب علينا كلنا المهم التقييم النسبي انا وزميلي مش تقييم مطلق فمش عاوزين نتكلم كتير على تناسب عدد الاسئلة مع الوقت والكلام ده كله آآ تاني الامتحانات ما بين ساعة ونص وساعتين امتحانات مجمعة ليه عملنا كده علشان نقلل اوقات الحضور ليه مش حطين كل مادة في يوم عشان لو عملنا كده وحررتك عدته المواد هنلاقي ان احنا محتاجين عشر تيام مع الاجازات يبقى حوالي خمستاشر يوم كده يبقى الامتحان بياخد نص الشهر فما فيش وقت نتعلم فيه المحتوى المفروض اعرفه عشان كده جمعناهم في تلات تيام كنوع من التقييم المتناسب مع الظروف اللي احنا فيها آآ هنا ده الموعيد اختبارات ابريل برضو للصف التاني السنوي وهي ده موعيد اختبارات مايو للصف التاني السنوي اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات وايضا لا لا تنسى دعمنا بلايك